ورجعنا لكم مع الجزء الثالث من الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قطر بحيكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فإذا عجبك العنوان خليك معي للآخر لا تنسى الهاند واشنج البس الجلاوز هاتي الماسك وتفضل معي في هذا الفيديو بنعرض عدد من الأسئلة التي وردتني سواء على الخاص على الإيميل على رسائل الصفحة على فيسبوك أو تيك توك أو إنستجرام أو تعليقات مباشرة على فيديوهات القناة على يوتيوب السؤال بيقول سفر ممرضة واستقدام زوجها وطفلين أنا فاهم شو قصدك السهي بدأت تقدم الإنكليكس وامتحان اللغة وتهاجر لأمريكا وبعد ما تصير هناك بشهر أو شهرين جوزها وعائلتها يلحقوها على كل إن قدامك حلين أنت أو أي إنسان بهاجر إلى أمريكا كما ممرض إما إنه العائلة كلها تسافر مع بعض من أول يوم أو تقدر إنك تسافر لحالك وإيه أنت ما بدك هم بيلحقوك لكن ما بنفع هم يسبقوك وإنت تروحي بعديهم لحالك ففي ناس بيخربطوا بين دول الخليج وبين أمريكا أو أوروبا أو كندا أو أستراليا أمريكا أنت بتروحي لها كمهاجرة يعني أنت ناوية تظل هناك طول العمر ناوية تصيري مواطنة تأخذي جواز سفر وتأخذي جنسية هاي البلد وتصيري واحدة من الشعب تبعها فما فيش اسمه بنفع يلحقوك بنفع آه طبعا أنت مش رايحة إعارة على ليبيا ولا عمان خمس ست سنين وترجعي أنت رايحة عشان هديك تصير بلدك فأنت حرة تدخل وتطلع منها إمتى ما بدك محمد بيقول رائع أبو يوسف عم نستنى الفيديو عندي سؤال ليه عنوين الفيديو بالإنجليزي شوف أنا قلت قبل هيك في فيديو قصير أنه فيديوهات القناة أصلا مترجمة لحوالي 13 أو 14 لغة أنت بطلع عندك عنوان الفيديو بالإنجليزي لأنه أنت عامل اليوتيوب بالإنجليزي بكل بساطة الإعدادات اللغة اختار العربي مو بالمناسبة لو عندك أي أصدقاء أو زملاء في المهنة ما بيحكوا عربي سواء هنود فلبنيين بريطانيين أستراليين دلهم على القناة خليهم يشتركوا لأنه كل فيديو مترجم لأكثر من اللغة بالنسبة للهجرة بظبط نقدم على عقد عمل من الأردن لمستشفى بأمريكا أو إذا في شركات بتنظم الموضوع بدك تقدم من الأردن لمستشفى صعبة من أولها أنت عشان تشتغل بأشي بيسموه الـ Direct Hire أنك تتفق مع المستشفى نفسه رح يقول لك مين أنت وجاي عن طريق مين ومين الاسبونسر تبعك وجيب شركة نتفاهم معها وبعد كل هالحكي احتمال كبير يقول لك بدنا سنة أو سنتين خبرة جوه أمريكا فأنت أول مرة بتطلع لأمريكا بنصحك تتفق مع شركة هجرة وهم برتبوا لك كل إشي بعبوا عنك الطلبات بدلوك إيش تعمل شو الأوراق اللي تقدمها كل شهر أو كل سنة قديش بدك تدفع فلوس وهم بتفقوا مع شركة أو مستشفى معين هناك في أمريكا يلاقي لك شغل وأول ما توصل أمريكا بتلاقيهم جهزولك بيت مؤثث بيكفيك شهر أو شهرين لغاية ما تستأجر بيت زي الناس وبكونوا جهزولك خمس ست مستشفيات تقابل فيهم وتنقل اللي بعجبك منهم بس تصير عندك سنة أو سنتين خبرة جوه أمريكا اعمل ما بدالك حرفيا ممكن تندقل لمستشفى ثاني ممكن تصير هيدنيرس ممكن تكمل مصر أو دكتوراه انت حر بالنسبة للغة الإنجليزية إذا مهم اختيار اختبار آيلتس أو التوفل وكمل علامات المعتمدة اللغة الإنجليزية عملنا عنها فيديو كامل فبعض نصحك تشوفه موجود بنفس السلسلة هايمكن الفيديو اللي قبل هذي يكون ليه أمريكا مو بريطانيا يعني شو الفرق بينهم حسب وجهة نظرك أمريكا أحسن من بريطانيا من نواح كثير يعني مثلا لو بدك تطلع على الرواتب الرواتب أمريكا أعلى ولعلمك الرواتب أنا بحكي عن الممرضين بس الرواتب في أمريكا للممرضين ثاني أعلى رواتب بالعالم رح تقول لي مين أعلى دولة بالعالم دولة هالقد في أوروبا اسمها لوكسنبورغ إذا عمرك سمعت فيها هاي أعلى رواتب للتمريد في العالم لكن هاي الدولة كل سكانة يمكن ثلاثة 400 ألف فمش رح تلاقي فيها شغول ثاني أعلى رواتب للتمريد بالعالم في أمريكا رقم اثنين الحصول على الجنسية في أمريكا أسهل لأنه بريطانيا بتعطيك الجنسية بعد 6 سنوات أما أمريكا بيجوك بعد 5 سنوات وبشوفوا جواز سفرك طبعا أنت رح تأخذ إجازات طول الخمس سنوات فبشوفوا بجمعوا إنت إنت دخلت على البلد وإنت طلعت إنت دخلت وإنت طلعت إذا كان مجموعة الفترة اللي قضيتها جوه أمريكا ثلاث سنوات ونص خلال أول خمس سنوات من دخولك أمريكا تأخذ الجنسية هاي نقطة النقطة الثالثة أمريكا أكبر بكثير الخيارات فيها أكثر بكثير من ناحية أنه عندك بدل المدينة 100 ألف مدينة تسكن فيها تختار بينها بدل الولاية 50 ولاية تختار بينها عندك يمكن 9000 مستشفى أو أكثر تختار بينها إذا ما عجبتك ولاية باردة فيه ولايات معتدلة فيه ولايات حر إذا ما عجبتك ولايات مثلا مزدحمة بتروح على ولايات هادية بريطانيا كلها برد فالتنوع اللي بأمريكا مش موجود بأي بلد بالعالم من كل النواحي سواء من ناحية مادية من ناحية جوية من ناحية اقتصادية من ناحية أخلاقية من كل النواحي برضو لو حبيت لقدام إنك تنمو تتطور التخصصات المتاحة في أمريكا أكثر بكثير من بريطانيا هاي النقاط اللي ذكرتها هسه ورجعت بعمل فيديو لقدام رح أعملي لكو فيديو طويل عن المقارنة بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا ودول الخليج وغيره وغيره لستنا نفس التعليق لنفس الزميل إذا مطلوب زنوات خبرة أو لا وعي أقسام أفضل للعمل مبدئيا أمريكا أول ما تدخلها ما بتطلب منك خبرة ولو عندك خبرة ما بتعتمدها ولا بتطلع فيها أي إقسام أفضل للعمل أنت لما تروح هناك راح أحطوك أول ست أشهر في قسم ميديكال سيرجيكال وبعدها بتشوف هل أنت عاجبك الوضع الضل ولا حابب تنتقل لو حابب تنتقل لمكان ثاني بيشوفوا المكان الثاني هل في عندهم شورتج ولا هناك مش طالبين ممرضين أصلا فخلي كل إش بوقته أنت بس فكر كيف تطلع بعدين بفرجها الله الله يعطيك العافية سؤالي لازم نحاول نتجنب نيو مكسيكو صح؟ ليش؟ اش معنى نيو مكسيكو؟ وكبداية تيكساس أحسن يعني أنت بتسمع الأخبار وشايف تيكساس كلها مهاجرين وكلها أصابات وكلها كده لكن خلينا نحكي عن شغلنا ما في مكان أو ولاية بأمريكا كلها تقدر تقول أن الولاية هاي كلها غلط أو خطر أو لازم أتجنبها أو هاي الولاية أحسن مكان بأمريكا ولازم أروح عليها لأن الولاية فيهم يمكن أصغر ولاية بأمريكا جد نساحة الأردن على مرتين فإنت بدك تهرب منها ليش؟ لو ما عجبتك أول مدينة فيها هروحها الثاني أجل ولاية في أمريكا في 15-20 مدينة كبيرة و200-300 مدينة صغيرة وآلاف القرى فالموضوع مش بالبساطة اللي أنت بتخيلها جوه نفس الولاية في 50 مكان ممتازات و50 مكان زي الزفت أصبر شوي بس تصير هناك بتشوف كريم أشرف بسأل إيه أفضل الشركات اللي نقدم معاهم لو سمحت؟ وفي زميل آخر سألني أستاذ وش هو أفضل الوكالات اللي ترشحهم نتعامل معهم على أساس السفر لأمريكا محمد أحمد بيسأل إيه أهم الوكالات لهجرة التمريد هذا السؤال اتكرر كثير شوف أنا لو جعبتك على هذا السؤال اليوتيوب رح يعتبرني بعمل دعاية أنا مش نقصني يجينا حضرة على الفيديو عشان كلمتين من ضمن 10-15 دقيقة لكن لو سألت أي إنسان مش أنا بس شو أحسن وكالة أو أحسن شركة نتعامل معها مش رح أطلع حالي بفهم مش رح أقول لك الوكالة اللي أنا طلعت عن طريقها فاللي بده تفاصيل أكثر في هاي النقطة بالذات بكل بساطة ادخل على وصف أي فيديو موجود بالقناة رح تلاقي آخر سطرين إيميل الشخصي وحسابي على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى إنستجرام بعتلي رسالة على واحدة من هذول الثلاث وأنا بفهمك بالضبط إيش التفاصيل دير ديفيل بقول ذا حين أي شهادة تمريد من أي بلد عربي يمديك تعمل فيها بأمريكا يعني كل شهادات الدول العربية معتمدة نعم مع اتباع الإجراءات اللي قلتها في الفيديو بدون الحاجة إنك تعيد دراستك أو يقول لك تاخد تدريب ثلاث سنين أو إشي زي كده ثلاث سنين لا كثير هيك شوف معظم الدول العربية أو تقريبا كل الدول العربية شهاداتها بيقبلوا فيها بأمريكا أنت رح تقدم على طلب معادلة وتتعادل تمام لكن بعض الناس بيتعبوا في بعض النقاط يعني مثلا أنت لما كنت في الجامعة نزلت مادة البيدياتريك أو تمريض الأطفال العملي في فصل ومادة تمريض الأطفال النظري في الفصل اللي بعدي هون رح يجي يسألك ليش الناس بتأخذ النظر والعمل مع بعض أو النظري بالفصل والعمل بالفصل للبعدية كيف تأخذ العملي قبل النظري فرح أقول لك روح على أقرب جامعة خذلك دورة سبعين ثلاث بتكون فيها المادة مكثفة وتعال استلم شغلك موضوع مش بالصعوب اللي أنت متخيلها لكن غالبا معظم الناس بنجيب له بدون أي شي بس قدم ورق ادفع فلوس بعد شهر شهرين كريدينشال إفاليواشن دون أنت شاهدتك تعادلت في النهاية شكر كبير جدا 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 للزملاء البعضة لهذه الأسئلة وبرضو بنرجع بنكرر اللي عنده أي سؤال يكتب تحت بالتعليقات ورح نعمل جزء رابع وخامس وسادس وسابع ما عندي مشكلة المهم أنه نفيد الناس وأي واحد عنده أي سؤال عن الهجرة عن أمريكا عن بريطانيا عن قطر عن دول الخليج اكتب لي تحت بالتعليقات ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة ولا تنسى تفعل زر الجرس تدخل على كلمة اشتراك بتشوف مكتوب بعض ولا كل خليها على الكل عشان كل ما ننزل فيديو يجيك إشعار أنه محمد ناصر نزل فيديو بننزل فيديو هين باليوم وبعض الناس ما بيشوفوا إلا كل أسبوع فيديو مع أنه عندنا أكتر من ألف مشترك بالقناة وكل الفيديو يعدوه بيجيب 70-80 مشاهدة بالوضع الطبيعي 90% من اللي بيشوفوا الفيديو مش مشتركين يعني المفروض الفيديو يجيب 8000-10000 مشاهدة فهمتكم معنا عشان القناة تكبر وتتوسع وتنتشر وناس أكثر تستفيد وناس أكثر تأخذ المعلوم الصح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر